موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في حلقة مضى تحدثنا عن المعجزة الهائلة العظيمة الخاصة بالقرآن الكريم معجزة حفظ القرآن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يتبدل لم يتغير لم يتحرف لم يطرأ عليه أي نقصين ولم تطرأ عليه أي زيادتين على مر القرون الطوال ولم تكن هذه الخاصية لكتاب أو لنفسين يتداوله الناس اليوم بين أيديهم إلا للقرآن ما نص ولا كتاب بين أيدي الناس حفظ على صورته الأولى التي كان عليها التي يعني القرآن أنزل وغير القرآن كتب وقد يكون يعني نصا روي لم يحفظ نص كتب أو روي أو أنزل حتى من الكتب الأخرى السماوية إلا القرآن الكتب والنصوص كلها طرأ عليها تغيير طرأ عليها تبديد لا يمكن أن نضمان اليوم أن نصا بين أيدي الناس هو النص ذاته الذي كان بصاحبه أو الذي أبدعه صاحبه أول مرة يعني أنا ذكرت لكم في حلقة ماضية حتى الكتب التي كانت يعني كان ينتجها أو ينسخها الوراقون النسخ يوم لم تكن في الدنيا مطابع كيف كان الناس يحصلون على نسخ الكتب التي يحتاجون إليها كانوا يذهبون إلى الوراقين مو إلى المكتبات ما كان في مكتبات يأخذون يعني الكتب جاهزة مطبوعة كما هي اليوم كان يذهبون يقولون نريد يعني مثلا نسخة من الطبقات الكبرى لإبن سعد مثلا يقول له نعم سنعد لك هذا الكتاب يحتاج نسخه إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ويشتغل عدد من المساخ الذين يعملون في دكان الوراق كثير من العلماء الكبار كثير من المؤلفين الكبار المشهورين كانوا في أول الأمر وراقين أو نساخا يقوت مثلا يقوت الحموي المشهور صاحب معجم البلدان الكتاب الذي ما زال حتى الآن من أهم المراجع عن بلدان العالم الإسلامي وغيرها من البلدان يعني يقوت كان نساخا كان نساخا عند بعض الوراقين نعم فهؤلاء النساخ كان لا يؤمن أو لا يؤمن الوراق صاحب الذكان أن يتسلل التصحيف إلى عمل بعضهم يحاول أن يراجع يحاول أن يصحح لكن لم يعني تخلوا تلك النسخ المخطوطات من تغيير فالآن عندما يأتي من يصدرون الكتب الآن في هذا الزمان يعتمدون على مخطوطات عديدة يعني إذا أراد الواحد أن ينشر كتابا لم ينشر قبل ذلك إذا لم يجد له إلا مخطوطة واحدة لا يعتقد أو لا يستطيع أن يزعم أن تحقيقه تحقيقا كامل لأن هذه النسخة قد يكون فيها نقص قد يكون فيها يعني إما نقص صفحات أو أسطر أو كلمات قد يكون فيها خطأ فغالبا يعتمد المحقق على عدد من النسخ ثلاث نسخ أربع نسخ عشرا في بعض الأحيان يقابل بينها ويجد فروقات يجد دائما فرقا وتصحيفا بين نسخة وأخرى القرآن خلى من ذلك كله وهذه من أوجه الإعجاز فيه أن نسعه كلها لاختلاف بين واحدة وهي ملايين الملايين من يوم أن بدأ النسخ والآن مع الطباعة لا نبالغ لو قلنا ذلك نعم ربما الآن في أيدي الناس يوجد ألف مليون نسخة من المصاحف في كل الدنيا وأكثر وأكثر من ذلك فحفظ النص بهذا الشكل المدهش هو وجه إعجازي عظيم الوجه الآخر الذي لا ينتبه الناس له عادة أن القرآن ما كان له أن يحفظ بهذه الصورة الكاملة لولا أن لغته حفظت حفظا كاملا يعني هذا من بركات القرآن علينا نحن العرب أن القرآن حفظ لغتنا اللغة العربية ما ضاعت ما تبدلات غيرنا من الناس من الأقوام من أهل يعني من كافة أهل المعمورة الآن أهل الأرض لا يتمتعون بهذه المزية العظيمة كل الأمم كلها بلا استثناء إلا العرب فقدوا الصلة بمواضيهم يعني كل أمة تعيش اليوم على ظهر الأرض فقد جيلها الحاضر صلته بالأجيال السابقة أو بالتراث القديم لا يستطيع الآن أي واحد من أهل اللغات الحاضرة أن يقرأ شيئا كتب بتلك اللغات بالقلم واللسان الذي يعرفه أهل اللغة اليوم لماذا؟ لأن اللغات تتبدل اللغات تتغير اللغات لا تثبت على صورتها أبدا يعني اللغة مخلوق حي كما يقول علماء اللغات هكذا يصفون اللغات اللغة ليست مخلوقا جامدا ميتا اللغات كلها مخلوقات حية تتغير تتبدل مع الوقت هذا التبدل قد لا يلحظه أهل الجيل الواحد يعني ربما يلحظون إما تبدل باللهجة ربما بطريقة نطق المفردات أو الكلمات الآن مثلا بعض الناس يقولون لما أنا أتحدث بالعامية مع بعضهم يقولون تغيرت لهجته تغيرت اللهجة التي تتحدث بها بالعامية يعني أقول لا مو أنا اللي تغيرت لهجتي الذي تغيرت لهجته أنتم الذين تعيشون في داخل المدن في سوريا لأن اللغة حية يتبدل أسلوب نطقها لكن الذين تركوا البلد من وقت طويل لم يعايشوا هذا التبدل أو هذا التغير فالذي يعني يعيش الآن في داخل سوريا إذا جاء واحد لم يدخل بسوريا من ثلاثين سنة مثلا يحس بأنه مختلف إلى حد ما بنطق الكلمات يعني بطريقة اللفظ باللهجة كما نقول بالعامية أيضا المفردات المفردات يطرأ عليها تغيير وتبديل فاللغة تتغير مع الوقت الجيل وأهل الجيل الواحد لا يلحظون هذا التبدل لكن الأجيال عندما ننظر إلى يعني شكل اللغة كما كان قبل مثلا ثلاثمائة سنة أو أربعمائة سنة أو خمسمائة سنة نجد أن اللغة تبدلت لا نتحدث عن اللغة العربية اللغة العربية لم تتبدل هذا التبدل كما نقول حفظات بالقرآن القرآن حفظ لنا لغتنا وكان هذا من أوجه الإعجاز في يعني حفظ القرآن اللغات الأخرى تبدلت وتغيرت وتطورت حتى وصلت الحالة بها اليوم إلى أنها صارت تقريبا في حالات كثيرة لغات جديدة بالكلية تكاد لا تمت بصلة لللغات القديمة التي كان ينطق بها أهلها في القرون الماضيات دي نأخذ على سبيل المثال اللغة الإنجليزية وهي يعني الآن تعتبر أشهر لغات العالم وأهم لغات العالم قد لا تكون اللغة الأكثر انتشارا من حيث يعني عدد الناطقين بها لكنها اللغة الأهم على الإطلاق لغة العلوم، لغة السياسة، لغة الاتصالات الآن نعم لكن من حيث الانتشار تسفيقها اللغة الصينية المندرينية يعني واللغة الإسبانية التي يتحدث بها عدد كبير مئات الملايين من سكان أمريكا اللاتينية نعم اللغة الإنجليزية هذه التي تعتبر من أهم اللغات الآن ويتحدث بها يعني وهي اللغة الأم لبلدان كثيرة الولايات المتحدة وبريطانيا المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وربما نيوزيلندا وربما جنوب أفريقيا لا أعلم كانت هي اللغة الآن بعد يعني التغيرات السياسية بعد تحرير السود نعم لا أعلم المهم هذه اللغة لو أننا جئنا الآن إلى أي واحد من المتحدثين بها من أهل من أهالي تلك البلدان وقلنا له هاك كتابا من كتبك من كتب قومك أوليف قبل ألف عام يعني ربما من حوالي القرن العاشر الميلادي يفتح هذا الكتاب يجد وكأنه طلاسم لا يستطيع أن يقرأه ولا أن يفهمه أبدا لغة تغيرات تبدلات يقول يعني الأحرف هي ذاتها الأحرف التي كتبت بها الكلمات هي التي يعني أستطيع أن أنطيق الكلمة لكن وقد لا يكون نطقي حتى لها صحيحان لكن لا أفهم المقصود بها الكلمات تبدلات ليس فقط المفردات لأن لو كان تبدل المفردات لكان يعني الأمر هين سهل كان يمكن أن يعني يحفظ الطلاب الآن آلاف الكلمات يعني يفهمون تلك اللغة لكن الذي تغير هو بنية اللغة التراكيب ذاتها أساليب تركيب الكلمات وأنشاء الجمال ذاتها تبدلت وتغيرت وليس المفردات فقط فالآن يعني أي كتاب كتب بما يسمى اللغة الإنجليزية القديمة التي يعني تمتد ما بين القرن السادس الميلادي يعني تقريبا وقت ظهور الإسلام والقرن الحادي عشر الميلادي هذه تسمى الإنجليزية القديمة الإنجليزية القديمة تنتهي يعني تقريبا مع عام مع دخول النورمانديين إلى الجزيرة البريطانية عام 1066 ميلادي أي كتاب كتب باللغة الإنجليزية القديمة القديمة هذه لا يفهمها أهل العصر أبدا اللغة الإنجليزية الوسطى أيضا التي تمتد بين القرن الحادي عشر وتقريبا الخامس عشر أواخر القرن الخامس عشر أيضا لا يكاد لا يكاد يكادون يعجزون عن فهمها وقراءتها الذي يستطيع أهل اللغة الإنجليزية الآن أن يقرؤوه ويفهموه وبصعوبة أيضا هو الإنجليزية الجديدة يعني الإنجليزية الجديدة يفهمونها طبعا لكن الإنجليزية الجديدة المبكرة يسمونها Early Modern English EME هذه الإنجليزية الحديثة المبكرة التي كتب بها شيكسبير كتبه تمتد من أواخر القرن الخامس عشر إلى أواصل القرن السابع عشر شيكسبير متوفى عام 1616 ميلاديا نعم يعني حتى الآن كتب شيكسبير مسرحياته بالنسبة لدارسي الأدب الإنجليزي في بلدانهم ليس في بلداننا يعني لا 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 نتحدث عن عربي يدرس الأدب الإنجليزي ولا عن صيني أو فرنسي أو إيطالي يدرس الأدب يتحدث عن أهل اللغة أنفسهم الإنجليز الذين يدرسون أدبهم الإنجليزي عندما يقرؤون كتب شيكسبير يعانون منها معاناة هائلة جدا يعني هي كابوس بالنسبة إليهم لأن مفرداتها صعبة لا تفهم ولأن تراكيبها أيضا فيها قدر من الصعوبة ليست هي ذاتها الضمائر أسماء الإشارة تركيب الجمال المفردات هذا كله ليس هو ذاته الذي يعرفه ويألفه الناس اليوم في يعني الناطقون اليوم باللغة الإنجليزية فإذن يعني حتى يعني حتى الذين يعني يعودون إلى عدة قرون إلى خمسة قرون خلت فقط من ترافهم المكتوب يجدون صعوبة كبيرة في فهمه في تدبره فما بالكم بما يرجع لألف عام ولخم أربعة عشر أربعة عشر قرنان وخمسة عشر قرنان هذا وهذا أمر شائع عام باللغات جميعا لا نتحدث فقط عن اللغة الإنجليزية لكن أنا يعني ذكرتها بتفصيل لأن الناس يعرفون عنها أكثر مما يعرفون عن غيرها هذا أمر شائع في اللغات جميعا اللغات تتبدل تتغير ليس اليوم على ظهر لا توجد اليوم على ظهر الأرض لغتون ينطقها الناس اليوم ويتحدثون بها كما كانوا ينطقونها ويتحدثون بها قبل مثلا ألف عام إلا اللغة العربية فقط الآن أنتم يا أيها العرب الذين تسمعون هذا الحديث افتحوا أي كتاب من كتبنا القديمة يعني من كتب القرن الثاني الهجري لما بدأ ينتشر التدوين مثلا الطبقات الكبرى لإبن سعد مثلا الأم للشافعي مثلا كتب الحديث الحديث النبوي ذاته الذي جمع أكثره بالقرن الثاني كتب 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 الحديث بالقرن الثاني الهجري القصائد التي نقرأها يعني أحيانا نجد بعض الصعوبة بالمفردات مثلا فيه لا تقرأ معلقة امرئ القيص لكن اقرأ معلقة زهير زهير والله مفهومة ما فيها يعني لا تكاد تجد بالعشرة الأبيات إلا مفردة واحدة تحتاج إلى مراجعة قاموس لكن السياق مفهوم التركيب مفهوم الأسلوب مفهوم اللغة مفهومة فنحن أمة من دون الأمم جميعا حفظ تراثنا لنا بطريقة نفهمها اليوم كما كان يفهمه ذلك التراث أهل اللغة الذين عاشوا يوم كتب التراث أول مرة الذين عاشوا بالقرن الهجري الثاني والثالث والرابع والسابع والعاشر فهموا كتب الأجداد بالطريقة التي نفهمها نحن اليوم صلتنا لم تنقطع بماضينا الجيل الذي يعيش اليوم يتواصل مع الأجيال كلها عبر ما دونوه وكتبوه في الصحائف والمجلدات وما تركوه لنا من ذلك التراث النفيس الهائل الذي ستحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة أرجو أن تهتموا بسمائها لكي تعرفوا ذلك الحجم الهائل للتراث الذي تركه لنا الذي تركه الأجداد والأحفاد للأولاد والأحفاد نحن الوحيدون من بين الناس جميعا الذين لم تنقطع صلتنا بماضينا وبتراثنا والذين نستطيع إلى اليوم وسوف نستطيع غدا وبعد غدا أيضا أن نقرأ ونفهم كل ما دون وكتب عبر القرون مهما يعني يكون الزمان أو المكان الذي دون فيه ما دام قد كتب ودون بلسان عربي مبين هو اللسان ذاته الذي أنزل به القرآن العظيم وهذه معجزة من معجزات القرآن وهي أيضا منة من الله بها علينا نحن أهل اللغة العربية والناطقين بها بأن حفظ لنا لغتنا بحفظه القرآن فله الحمد وله الشكر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة